مشاهدين في كل مكان طابط أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والطريق الثالث ودايما في الطريق الثالث بنعلن أننا لسنا ضد أحد ولسنا يعني أو ليس لنا موقف مع أحد وحينما يتبين لنا الوجه الآخر من الحقيقة دوما ما نقوم بعرض هذا الوجه الآخر في الحقيقة النهاردة عايز أبدأ معاكم بالوجه الآخر للحقيقة ولما بقولي الوجه الآخر للحقيقة يعني أن الموضوع أحيانا بيبقى فيه حقيقتين وللزمن علينا بنعرضها على حضراتكم بنصل لها من خلال إما الطرف الآخر أو مزيد من التحريم مزيد من التدقيق مزيد من التفاصيل كل شيء ممكن يحمل روايتين وهذا هو الطبيعي وأيضا إحنا لنا دور في البحث التدقيق والتصويم ومن باب الوجه الآخر للحقيقة نهاردة عايز أتكلم معاكم على موضوع أتكلمنا فيه في المدرسة مصر لغاية تقريبا ومصر لغاية حاجة زي كده اللي موجودة في إدارة الهرم تقريبا وكان لنا قلنا أن فيه قيادة دخلت المدرسة وكانت يعني في حالة انزعاج لعدم نجاح ابنها في امتحان الكوارتر وما إلى ذلك الموضوع ده كان بداية أننا نعرف حاجات كتير جدا عن هذه المدرسة هذه المدرسة اللي تكاد تكون لغز حاجات ممكن نكون بنشوفها في الأفلام حاجات ممكن نكون بنسمع عنها أحيانا في النهاية السيدة التي قامت بدخول المدرسة للسؤال عن انتحان ابنها هي في المقام الأول أم مسؤولة كبيرة مسؤولة في الوزارة قيادية كل ده شيء بصفاتها الوظيفية ولكن في النهاية احنا بنتكلم عن أم انزعجت لعدم حصول ابنها على الدرجات ومستوى يؤهلوا لهذه الدرجات طبيعي أي وليه أمر ممكن يروح يتكلم وبعد إذنكم أنا ابني ليه ما نجحش ليه الدرجات قول إيه لا إيه الأسباب هل ما جاوبش هل 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 ومن حق أن نطلع على ورقة الإجابة أحيانا في بعض الأحيان بطلب رسميا ولكن الوجه الآخر النهاردة اللي عايزين نتكلم عنه موضوع خطير للغاية الموضوع ما كانش الطالب اللي ما نجحش اللي ذكرنا اسمه ما كانش هو لا ده اتضح أن اللي نكحين اتنين والبقين يا أندر يا دوب نكحين كده على الحركرك زي ما بيقولوا يعني معقول مستوى الولاد كلهم ضايع في المدرسة دي ده لو ده حقيقي إذن المدرسة دي لابد من إعادة النظر في تقييم مدرسين هذه المدرسة وعلى التوجيه الفني إعادة النظر في من يقومون بالتدريس في هذه المدرسة وده اللي كان واقع أن ناس كتير سقطين مش الطالب اللي احنا ذكرنا فقط طب ليه وهنا يكمن الشيطان في التفاصيل لما تعرف حضرتك أن مادة الدراسات الاجتماعية دي مادة تكاد تكون مش تكاد تكون هي بالفعل مادة أمن قوة المادة دي مين اللي مفروض يدرسها مفروض اللي يدرسها اللي درس التاريخ واللي درس التاريخ من مصادر معترف بيها ومصادر حيادية وتتماشى مع مفهوم الأمن القوامي المصري وده رسالتي للقوامين على العمل في التعليم إذا كنا أو إذا كنت أتحدث بشكل صحيح خير وبركة اللي بقوله ممكن يحمل وجهة نظر أخرى برضو إحنا على سعدات لتلقي وجهة النظر ولكن مادة زي دي ممكن يدرسها لي حد مش مصري وارد بس ممكن يبقى من سربيا مثلا وينوت وممكن ما يكونش ديانتو من يعني مش عايز أتكلم عن ديانات ونحن جميعا نحترم الديانات بالمناسبة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الغسل يعني لا يصح إسلام المرء وإيمان المرء إلا بالإيمان بالكتب والرسل وبالمناسبة كتب ورسل عشان فيه ناس بتقولك يعني لا فيه 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 كتب وفيه رسل ونؤمن بها جميعا ولكن ينفع زي ما قلت الجنسية طب الديانة إيه وهنا يكمن الشيطان في التفاصيل مسيحية لا مسلمة لا طبعا أنت عرفت هل ضقت الدنيا مش عشان كده ما تدرس لا إطلاقا مسلمة مسيحية يهودية تدرس ولكن الحديث هنا حديث فني وليس حديث عقائدي أو ديني إطلاقا ولكن هو يمثل عمن القومي أين كان مسلمة مسيحية يهودية غير مسلمة غير مسيحية غير يهودية ليس المعيار معيار الدين أو الديانة إطلاقا المعيار معيار الكفاءة طب مين اللي بيحدد الكفاءة التوجيه الفني اللي من خلال موجه المادة موجه أول المادة الموجه العام لحد ما توصل لمستشار المادة اللي في مبنى المستشارين على إيدك اللي مين كده وانت داخل الوزارة هو ده المنوط بالإجازة الفنية لمن يقوم بتدريس المادة وإذا كنا بنتكلم عن الدرسات يبقى مستشاري الوزير للدرسات وسؤالي هل هذه المدرسة حصلت على موافقة التوجيه الفني؟ وسؤالي لوزارة ترباة تعليم وبوضوح هل هذه المدرسة التي تقوم بتدريس هذه المادة وتدرسها وفق أهواء بعينها بينقصين ضد أهواء بعينها فاكرين فيلمها همانفع مستردام فاكرين الولد اللي كان معاه في المطعم بيشتغل معاه وكان بيبواصلوا الدنيا ويقول له ليه كده ده إحنا حبايب وإحنا رايب وإحنا أولاد عام وإحنا أولاد خال ده له وجهة نظر وبيفرضها ينفع جيب ده يدرس تاريخ لو هيقول إيه في 48 هيقولي في 56 هيقول إيه هيقول احتلال جاوبين يا وزارة لو هيقول احتلال تعظيم سلام ولا هيقول إيه ليه بنوقع نفسنا في إشكالية مع طلبة وأطفال في عمر الظهور مش شتت معلوماتهم ليه ليه وليه هذا التكدير للطلبة والتلاميذ في هذه المدرسة لأن لو أنا قلت له 73 انتصار فيه ناس ممكن تزعل بل هو انتصار شاء من شاء وقاب من قاب ليه نشتت نفسنا طب ما احنا ممكن نجيب الناس دي تدرس ساينس ماس ما فيهوش تاريخ ما فيهوش معلومات مادة علمية واحد واحد ساو اثنين والسؤال التاني والأهم أنا عندي نوعين من الموافقات على مثل هذه الأنواع من التدريس ومن المدرسين الموافقة الفنية زي ما أشرت من التوجيه المختص والموافقة التانية الموافقة الأمنية ما هو مش أي حد ييجي الدرس له دي أي حاجة يا ترى وسؤالي للوزارة وأتوجب هذا السؤال للإدارة المركزية للأمن زيادة لواء المحترم أحمد عبد الفتاح يا ترى هذه المدرسة حصلة على موافقة أمنية وننتظر الإجابة إن كانت حصلة على موافقة أمنية وموافقة فنية فتعظيم سلام ويجي دور التوجيه في مرأبة ومتابعة عفوا مش مرأبة في متابعة أداء هذه المدرسة ومتابعتها هي اللي هتقول بتدرس التاريخ صح ولا بتدرس التاريخ بمتاهواء أنفسها مرة تانية بنؤكد نحن على مسافة واحدة من الجميع ولكن حينما يكون هناك مسألة تمثل أمن القوم المصري لا نقطة من أول السطر ولسنا في خلاف مع أحد ولسنا ضد أحد لا ضد هذه السيدة الفاضلة التي قامت بالسؤال ولسنا أيضا ضد هذه المدرسة ولا ضد المدرسة على الإطلاق ولكن نحن نطرح الأسئلة المشروعة والقانونية والإدارية التي وفق التي هي وفق ضابط وضعتها وزارة التاريخ والتعليم في هل هذه الضوابط التي وضعتها الوزارة هي ملتزمة بها أم المدرسة طبعا ملتزمة بهذه الضوابط أم أن ضوابط الوزارة ممكن أن يكون يضرب بها عرض الحائط وهنا ننتظر الإجابة ودايما زي ما أتحاراتكم أن هناك وجه آخر للحقيقة أردنا أن نكون معكم ونعرض الوجه الآخر للحقيقة أيضا من ضمن الحاجات الإنسانية التي توجعك نختلف نتفق مع القيادية في التعليم الخاص قد نتفق معها وقد نختلف معها وقد نتفق في أمور ونختلف في أمور وهذا أمر وارد في سياق العمل وفي سياق الأداء ولكن لا نختلف على الطفل نفسه ولا على التلميذ ولا على العشرين مليون تلميذ في مصر وكلهم لدينا أبناؤنا بما فيهم هذا الطفل بما فيهم عمر لما يصل الأمر إلى أن هذا الطفل يجبر بشكل ما بقى أو بآخر إجبار خارج المدرسة مش من المدرسة حتى لقفها من كلام بالخطأ أنه يسيب مدرسته اللي تربى فيها ومع زميله ويروح مدرسة تانية ساعتها إحنا لازم نتوقف فإن هو ده المستقبل عمر وزميله ومش عمر بس اللي خدر جات وحشة في الكوارتر إحنا عندنا فصلين تقريبا أو أربعة أنا مش متذكر العدد إيه ده؟ معقول ده أنا باعترف أن أنا فاشل ده لو النتيجة دي تم اعتمادها بدون درجات رأفة ورفع للدرجات أنا باعترف أن أنا فاشل يا نهر ربيض ومال تقييم المدرسين بييجي منين؟ بييجي من نتائج بتاعتهم أحد أحد يعني أحد وسائل القياس مهارة المدرس وقياس أداؤه من نتائج الامتحانات أنا لو ما قدتش مع الطالب بتاعي لو ما قداش ونجح يبقى أنا فاشل لو طالب والباقيين نجحوا ما فيش مشكلة لو 10% سقط وتسعين في المية نجحوا أنا درجتي وتقييمي 90% يا رجل لو 60% نجحوا و40% سقطه أنا مقيم 60% وإن كان هذا ضعيف برضه إنما لنجح لي 2-3-4-5-4-3ك يا درجات في الأرض ونجح كده و bake بالزق يا أندر ازاي وليه المادة دي تحديدا وليه المدرسة دي تحديدا ويطار المدرسة دي بتعامل الطلبة ازاي احنا ممكن نجيب طلبة ونسألهم وارد جدا احنا ممكن نعمل مداخلات مع أولئك أمور ويحقلنا ايه مشاكل ولادهم يطار وسؤالي مرة تانية للأفاضل المحترمين في صورة التربية والتعليم وهنا نبناشد سيدة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة يا تار هذه المدرسة بهذه المدرسة حاصلة على الموافقة الأمنية هذا الشق الأمن وبالمناسبة يعني أو بالمرة بعد إذنك يعني سيدة اللواء تليفون لمستشار الوزير مستشار المادة يا تار تم إجازة هذه المدرسة للمادة وللمرحلة اللي هو بنسميها الدرجة الوظيفية أو بنسميها معلش هفتكرها لكم حالاً دلوقتي اللي هو المسمى الوظيفي يعني إيه المسمى الوظيفي؟ يعني مثلاً أنا ممكن أدي دراسات ولكن المسمى الوظيفي بتاعي ابتدائي غيري بيدي نفس المادة دراسات برضو بس المسمى الوظيفي بتاعه إعدادي وسانوي يا ترى ما هو المسمى الوظيفي؟ وما هي المؤهلات؟ وما هي الموافقات أو أين هي الموافقات؟ إن وجدت إحنا هنضع تعظيم سلامي طب لو مش موجودة موافقة فنية ولا موافقة أمنية يبقى إيه الحل؟ طب لو ثبت أن هناك تعنت على سبيل المثال لما يبقى عندي أربع حصص في الأسبوع للمادة إيه؟ واجه أقول أنا سقطت الطالب ده لأنه ما حضر ليش الخمس أيام اللي فاته أو الخمس حصص اللي فاته قال له ده هم أربعة يعني ما أو يعني يعني هم أربعة لا بسواء ما حضر ليش خمسة إذا كان هم حضرتك أربع حصص أيوة سواء ما حضر ليش الخمسة الجزئية دي تحديداً ممكن التفصيلة بتاعتها البعض لا يعيرها اهتمام ولكنها منطقة فاصلة وكشفة كشفة عن سوء نية مبايت كشفة عن تدليس خداع إذا كان هم أربع حصص يا مؤمن لا بسواء ما حضرش خمسة يعني ما حضرش الأسبوع اللي لسه مجاش ده لو ما حضرش الأربعة أيام بتاعت الأسبوع ده ألا يعد ذلك نوع من التربص لا خير فينا إلا منقولها كلمة الحق لا خير فينا إلا من نظهر الوجه الأخر للحقيقة ليست يعني لسنا دعاة بطولة ولسنا دعاة شهرة وناس كتير عارفة عننا الكلام ده ولن نكون يعني عند موقف معين من أي حد بل نحن على مسافة وحيدة من الجميع ونقدر الجميع والحمد لله العلاقة بيننا وبين وزارة تربية التعليم علاقة جيدة ونحترمها وتحترمنا والطريق الثالث من البرامج التي تقدرها الوزارة ونحن نعلم ذلك ونحن أيضا نقدر الوزارة ونقدر جهد المفزول وأيضا نذكر بعض السلبيات التي يمكن أن تحدث بعض المخالفات من باب أننا عين من عيون هذه الوزارة لأن التعليم بتاعنا كلنا لأن التعليم قضية أمن قومي قضية تمس مصر والمصريين وقضية ملك لنا جميع من هذا أعيد مرة تانية عشان أن أخرج الفاصل وارجع تاني بعد الفاصل بنتساءل يا ترى المدرسة دي معاها الموافقة الفنية والموافقة الأمنية ننتظر الإجابة في الحلقة القادمة من الطريق الثالث وهذا ما لدينا في هذه القضية التي قد تحدثنا فيها منذ فترة والآن نضع أمام حضراتكم الحقيقة كاملة وفاصل ونعود إليكم انتظرونا وقمعنا